السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سهلا بكم في مقطع جديد اليوم عندي لشرح في هذا القناة قليلهم ايش رولا ان راح نحط في هذا اليوم اليوم كيف ننزل باليوتيوب ايوه يعني كيف ننزل المقطع في يوتيوب بسهولة جدا يعني ما يحتاج لها اي صعوبة اول شي نفخط على هذا الخيام زاد اللي على شكل الخير طبعا هذا الطريقة للجوال لللي يستعملون الجوال راح تكون هذا الطريقة سهلة لكم اول شي نضغط الزائد ويطلع لنهينا انشاء الفيديو الشورت او تحميل الفيديو او بدء بث مباشر انشاء فيديو شورت يعني هذا فيديو صغير او فيديو مصغر ايش رولا علميهم ايش تحميل الفيديو تحميل الفيديو تحميل الفيديو هذا السحر الي هنا هذا يحمل المقطع اللي تبغى وتحطه في اليوتيوب وهذا بث مباشر تسوي بث مباشر في اليوتيوب نبغى حنا نسوي اليوم عندنا خيار تحميل الفيديو هذا راح نضغط تحميل الفيديو عندنا قالب من هذول الاشياء تختار الفيديو اللي تبغاه ويضبط معك إن شاء الله طب حنا نختار الآن مقطع من هنا مثلا نختار هذا المقطع ونبي ننزله في اليوتيوب هذا المقطع اللي بغى ننزله في اليوتيوب كيف الطريقة سهلة جدا اول شي بعد ما تختارون الفيديو هذا الفيديو طبعا هذا مدة الفيديو هذي مدية الفيديو علميهم ولا ايش نضغط الخيار نضغط التالي نضغط التالي اللون الابيض اللون الابيض ثم هذا المقطع الخلاص الآن يوريك مقطع أو شكل للفيديو ونضع مرة ثانية التالي بس قبل الحطوط التالي تبغى تنسقون لكم مثلا صوت أو تضيفون لكم صوت طريقة جدا سهلة مثلا تضغطون هنا تضيفون لكم صوت عند يعني تبغى تضيف لكم صوت عشان الفيديو حقك او تبغى تضيف نص يعني كتابة تبغى تضيفها أو كلام تبغى تضيفها على الفيديو وهذا المخطط الزمني يعني مدة الفيديو أو المقاطر موجود عليه نقدر ننقص هذا دقيقة تق Billie Simone نقص عن ايش 1999 هينها الفلكتر انواع الفلكتر أنا أبغى هذا الفيديو مثلا الآن بعد ما اخترنا الفلتر اللي نبغاه وخلصنا جميع الإعدادات أو تبغون ما تحطوني كل إعدادات على كيفكم نظهد على طول التالي الآن طلعنا هنا هذا الخيار هنا نقدر نضيف اسم الفيديو أو اللي تبغون تسمونا مثلا نبغى نسمي نسميه آر يلا خلال نسميه آر مثلا عشان دينه مكتب آر نسميه آر طيب تم الآن عندنا القناة اللي تشتغل هذه القناة موجودة خلال شغالة هنا تبغون مستوى العرض تبغون تحطونه للناس أو تبغون من الرابط نفسه أو خاص وهنا تبغون تحطون ضبط الجدول الزمني يعني خاص يعني محد يشوفه مثلا هذا نشر ضبط الجدول المدني ضبط الجدول الزمني هذا مثلا تبغى المقطع مثلا في كم الشهر كم الساعة كم الوقت خلاص يضبط معك وبسهولة تامة طيب نطلع من هنا نروح الآن اختيار الجمهور اختيار الجمهور مثلا هل هذا فيديو مخصص للأطفال أو غير مخصص للأطفال مثلا هذا المخصص للأطفال نعم مخصص للأطفال نقدر كلهم لا ما نقدر فقط للأطفال أو للصغار هذا لا الفيديو ليس مخصص للأطفال هذا ليس مخصصا للأطفال نرجع من هنا هددنا الغسم مخصصا للأطفال على طول هنا قلت تحميل فيديو شورت لان الشورت يعني مدة الفيديو قليلة اذا صارت مدة الفيديو طويلة يقولك تحميل الفيديو بعد ما نحمل الفيديو نضغط الزر الأزرق هذا تحميل الفيديو الآن لو نروح عند المكتبة مشاهدة الفيديو هذا هو مثل ما تشوفون نقدر نحذفه في أي وقت مثلا الآن هذا هو قعمل هو الآن لثنا التحميل نقدر نحذفه هنا يقولك حذف الفيديو حذف الفيديو أو تعديل حذف التحميل خلص التحذف الفيديو التعديل التعديل مثلا انك تغير الشكل التعديل نضغط هنا مثلا بعدين نضغط التحذيف التعديل الآن التعديم هو تعدلون على اسم الفيديو تعدلون أي شيء عن المقطة أو نكسب شيء هنا أو نعدل الفيديو أو نعدل علني غير علني خاص الآن نحذف الفيديو نضغط إلى حذف وبعدين حذف هذا الفيديو تطوله لا خلص انتهى الفيديو خلص الآن خلص حذف من القناة بس هذه هي طريقة التحميل شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة شكرا على المساعدة ومع السلامة بس قبل شكرا على المشاهدة إن شاء الله في مقابعة قادمة للاستفسارات والتعليمات شكرا لكم جميعا شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة